بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع اليوم أنا وياكم يا ميس رح نبلش بدرس جديد اسمه سقوط الدولة الأموية وهو الدرس السادس من الوحدة الثانية في كتاب التاريخ صفحة 70 درسنا لليوم رح نتحدث عن سقوط الدولة الأموية ولكن قبل أن نتحدث عن سقوط الدولة الأموية خلينا شوي نذكر بعض إنجازات الدولة الأموية خلال فترة حكمها فأكتب السؤال التالي من إنجازات الدولة الأموية في فترة حكمها واحد نشر الإسلام واللغة العربية في البلاد المفتوحة ونهوض الحياة الاقتصادية والفكرية والعلمية إذن خلال فترة الدولة الأموية كان هناك انتشار واسع للإسلام وأيضا انتشرت اللغة العربية في جميع المناطق التي قامت بفتحها الدولة الأموية بالإضافة أنها كان هناك نحوظ كبير في الحياة الاقتصادية والفكرية والعلمية عدد عوامل ضعف الدولة الأموية عدد عوامل ضعف الدولة الأموية واحد انقسام البيت الأموي اثنان ظهور الحركات المعارضة للدولة الأموية ثلاث لدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية أواخر الدولة الأموية وظهور الدعوة العباسية خلينا أول شيء نبلش بانقسام البيت الأموي بحكينا أن ظهر العديد من العداء بين أبناء البيت الأموي الواحد وانشغلوا بالانقسامات الداخلية فبالتالي صار هناك أثر كبير على ضعف الجيش الأموي واتشتتت قوة الجيش الأموي مما خلاه أنه يخسر أمام الجيش العباسي أيضا ظهرت الحركات المعارضة للدولة الأموية صار هناك هذا دهور كبير في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية أواخر الدولة الأموية قبل ما يتم سقوط الدولة الأموية وأخيرا ظهرت الدعوة العباسية اللي عملت إنها أسقطت الدولة الأموية وصار هناك دعوة لآل البيت خلينا نتحدث عن معركة الزاب وسقوط الدولة الأموية بحكينا أنه هناك معركة حدثت بين الجيش العباسي والأموي تسمى معركة الزاب إذن الأطراف معركة الزاب الجيش العباسي والجيش الأموي حدثت هذه المعركة عند نهر صغير بالقرب من الموصل في العراق إذن معركة الزاب حدثت عند نهر صغير بالقرب من الموصل في منطقة العراق كانت نتيجة هذه المعركة هزيمة الجيش الأموي وانتقلت الخلافة إلى العباسيين هذه من نتائج التي ترتبت على معركة الزاب بحكينا سقطت الدولة الأموية في المشرق الإسلامي إلا أنها قامت الدولة الأموية في الأندلس أي إسبانيا في الوقت الراهن على يد عبد الرحمن بن معاوية الثاني المعروف بعبد الرحمن الداخل أحد أحفاد الأمويين ولقبوه بسقر قريش في ذلك في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور إذن بعهد أبي جعفر المنصور أطلق لقب سقر قريش على عبد الرحمن الداخل الآن هيك إحنا منكون كمنا درسنا اليوم ولكن خلينا نحل أسئلة الدرس بشكل سريع السؤال الأول عرف ما يأتي معركة الزاب وسقر قريش معركة حدثت بين الجيش العباسي والأموي وكانت النتيجة هزيمة الجيش الأموي وانتقال الخلافة إلى العباسيين سقر قريش اللقب الذي أطلقه على عبد الرحمن الداخل السؤال الثاني بيّن أسباب ما يأتي ألف فشل المحاولات الإصلاحية لمروان الثاني في الدولة الأموية بسبب انتشار الدعوة العباسية في أجزاء واسعة من الدولة بسبب انتشار الدعوة العباسية في أجزاء واسعة من الدولة بسبب كان انقسام البيت الأموي عاملا مهما في سقوط الدولة العباسية لأنه كان لظهور العداء بين أبناء البيت الأموي وانشغالهم بالانقسامات الداخلية الأثر الأكبر في إضعاف الجيش الأموي بسبب انه كان لظهور العداء بين أبناء البيت الأموي وانشغالهم بالانقسامات الداخلية الأثر الأكبر في إضعاف الجيش الأموي هيك احنا منكون كم من ندرسنا لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته